أهلا أحبائنا مشاهدينا المقدمة اللي تكلمت عنها أحبائي حبيت أبتدي من الكتاب المقدس لأنه الكتاب المقدس واضح جدا بيتكلم عن إبادة شعوب مثل إبادة كنعان وقتل كل شيء لأنه مكتوب أنا الرب ومجد لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات حتى الشجر اللي كان يستخدم في العبادة للمنحوتات الرب أمر بحرقها حتى الحيوانات التي كانت تستخدم أمر بإبادتها حتى الشعوب التي مارست أشنع وأفضع وأقبح الخطايا أمر الرب بإبادتها After all الرب هو الرب له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر هو الذي يخلق ويجدد أيضا فمن يستطيع أن يسأل الله ومن يستطيع أن يقاوم الله ومن يستطيع أن يسأل عن حكمة الله في الموضوع ولكن كل الغرض من البداية سواء لتعليمنا إنذارنا مثالا لن للتعليم والتوبيخ للتقويم والتقديم لكل هذه الأمور التي ذكرتها حتى ننتبه حتى نتعلم أن الله قدوس عينا أطهر من أن تنظره الشر الله بار في كل طرقه الله عادل أجرة الخطيئة موت أما هبت الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع ربنا فالله لا يتغير وصفات الله تسير بتناغم وتناسق وانسجام تام سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد يمكن في العهد الجديد مش عم بتشوف أنه الله بيؤمر نار أو أرض تفتح تبلع الناس ولكن الله والله يستخدم أساليب وأنواع وطرق إما للتأديم أو للقضاء حضار ثم حضار التلاعب مع الله إذا الله أمر بإبادة شعوب أكملها فمن نحن أحباء إن تساهلنا بالخطيئة